حي الله بالطيبين هلا ومرحب السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الأساطير متابعي قناة جرين تا سبورتز معكم الأسطورة المعتصن بالله محمد التواضع واليوم الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد رح نطلقوه واللي هو عبارة عن مونديال قطر 2022 أهلا بكم في جنة كرة القدم التي لا تأتي إلا كل أربع أعوام مرة واحدة أنترو ورح نبدأ اترك كل شي من إذاك وصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه إذن الحلقة الأولى واليوم خصيصا رح نبدأ الحديث عن الفرق المتواجدة بالمجموعة الأولى اللي هي قطر هولندا السنجال والإكوادور رح أحكي لك نبذي سريع عن المنتخبات ورح أحكي لك عن توقعي عن المنتخبات اللي رح تتأهل عن هالمجموعة أحكي إذن رح نبدأ مع المستضيف والشقيق منتخب العنابي القطري النابي القطري المنتخب العربي الأول الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في مونديالات كأس العالم ترتيبه على مستوى العالم 48 وهو كان بالمستوى الأول حين سحب القرآة جابوا أربع مستويات مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث مستوى رابع ياخدوا فريق من كل مستوى وقطر كان أول فريق بأول مستوى بحكم أنه مستضيف البطولة ترتيبه 48 على العالم وهو بالمجموعة الأولى في مونديال قطر وهو اللي رح يفتتح مونديال قطر منتخب قطر طبعا رح يفتتح المونديال بأول مباراة ضد منتخب الإكوادور بتاريخ 20-11-2022 دعونا نحكي بنفذ سريعة عن تاريخ المنتخب القطري المنتخب القطري اللي تأسس بالعام 1960 وانضم إلى الفيفا بالعام 1970 وكذلك إلى مظلة الاتحاد الأسيوي لحب أول مباراة بتاريخه بالعام 1970 كانت ضد الأشقاء البحرينيين وغسروا اللعبة هديك 2-1 منتخب قطر منتخب متطور جدا جدا والفضل هاد بيعود لأكاديمية أسباير اللي أنشأوها بمطلع الألفينات واللي ضمت مجموعة من المواهب من مختلف الدول المحيطة بقطر ومن أفريقيا ومن أمريكا الجنوبية حلق إذا بتلاحظ قائمة أسماء المنتخب القطري بتشوف أسماء ما هي عربية وأسماء ما هي خليجية يعني عندك أسماء بطابع شمال إفريقي عندك أسماء بطابع عراقي مثلا عندك أسماء بطابع لاتيني هذا الشي بيختار في عالم تنتقد أن المنتخب قطر عب جنس لعيب منتخب قطر كزا لا يا صديقي منتخب قطر جابها اللعب من هو صغير ربا واعتنى فيه وسقل ما وهبته وتعب عليه وحط عليه مصاري لبين ما كبر وشب وصار نجم ولاعب كرة قدمه حاليا هو عبر تدي شعار منتخب قطر وعم يمثل قطر في البطولات والمحافة العالمية منتخب قطر كان استعداده كتير جيد لأن ننسى أنه هو بطل آسيا 2019 وشتلقى دعوة وشارك ببطولة كوبا أمريكا عام 2019 إذن بطل آسيا وشارك بكوبا أمريكا بالإضافة لجدوى المزدحم جدا من الموباليات الوديلة اللي أداها سواء في أوروبا وفي أفريقيا والمعسكرات الدائمة وكانوا اللعيبة يعني برفاهية خمس نجوم يعني ما عندن عذر أنه ما يعملوا نتيجة إيجابية في أول مشاركة منتخب قطر المتطور كان في عنده عدة وبعض من النجوم اللي ما منحسين ما نذكرهم وهم اللي حملوا شعار منتخب قطر بالأيام السابقة وبالأيام الخوالي قبل الألفينات خليني أعطيك كم اسم يمكن أتدغضغ الذاكرة عندك شوي وترجع ذكريات المنتخب القطري الكابتن منصور مفتاح والكابتن محمود الصوفي والكابتن منصور مصطفى انسام محمد سالم العنزي اعتزل من فترة قريبة ونحن كليتنا بنتذكر وجيننا صار عمره بين 25 و 35 يتذكروا بشكل كتير كبير سباستيان سوريا أكثر لاعب ارتدى فنية المنتخب العنابي لحت اللحظة هي هو حسن هيدوس كابتن ولاعب منتخب قطر وبرصيده 156 مباراة دولية اما الهدف التاريخي للمنتخب القطري هو الكابتن مباراك مصطفى وبرصيده 41 هدف وهي ليه المعز علي أما أبرز النجوم الحاليين خلينا نذكر عبد الكريم حسن خوخي بوعلام وأكرم عفيف وبالإضافة لحسن هيدوس ولا ننسى أيضا بيدرو ميجل وكريم بضياف والمعز علي الموهبة الخارقة أنا متأكد انه راح يبهرك بالمونديل القادم يدرب المنتخب القطري حاليا الكوتش فيليكس سانشيت اسبان الجنسي وعمره 46 سنة وكان ضمن المدربين المتواجدين بأكاديمية اسباير لكن المدرب هاد تم التعاقد معه بالعام 2015 لتدريب ناشئيين قطر وحقق معهم بطولة آسيا رجع رفعهم للشباب وحقق معهم بطولات رجع رفعهم للأولمبي ولعب معهم فترة ذهبية جدا واستلام بالعام 2017 منتخب رجال قطر خاط معهم تصفيات روسيا 2018 وكمل معهم وأخذ بطولة آسيا 2019 وبدأ التحضير لمونديل القطري يعني من 2017 لحتى الآن هو مستمر محل عن نابي القطري حكينا بسطور سريعة عن المنتخب القطري اللي كان بالمستوى الأول بالمجموعة الأولى وننتقل حاليا للطواحين اللي كان بالمستوى الثاني بالمجموعة الأولى الكرة الشاملة الطواحين اللي منتخب الولندي ومن منا لا يعشق هذا المنتخب المنتخب اللي كبرنا وعينا عليه أنا خصيصا بقع على هالمنتخب اللي كان بمونديل فرنسا 98 كان عنده أسماء مرعبة كلايفورد فيليب كوكو إيدجار دافيتس كوكبة رائعة ديبور كومن اللعبوا كرة كتير 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 حلوة كرة ما بتعتمد على مركز معين ما بتعتمد على طريقة لعب معينة ما بتشوف غير الطابة رايحة جاي رايحة جاي وهدف لمنتخب هولندا خلينا نحكي بسطور قليلة على المنتخب الهولندي مشاركاته السابقة وشو حظوظه بالمجموعة إذن منتخب هولندا أو منتخب الطواحين المنتخب الهولندي كان في الحقيبة الثانية بالمستوى الثاني بالتصفيات وحاليا هو بالمركز الثامن عالميا ووقع في المجموعة الأولى إلى جانب وسط ضيفة البطولة منتخب قطر وإلى جانب وأيضا منتخب السينيجال ومنتخب الإكوادور متى تأسس منتخب هولندا؟ تأسس منتخب هولندا بالعام 1889 وانضم إلى مظلة الفيفا عام 1904 بينما تأخر انضمامه إلى الوافا الاتحاد الأوروبي لكرد القدم حتى العام 1954 والسبب يا جماعة بتعرفوا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الفرعة تشكلتنا جديد وبعدين بلشت انضم اتباعا إلى الواف أول مباراة رسمية في سجلات منتخب هولندا كانت في بلجيكا عندما فاز على بلجيكا بنتيجة 4-0 بالعام 1905 منتخب هولندا صاحب فكرة الكرة الشاملة واللمركزية يعني طابب جميلة كتير بيقدمها ودائما بيعطينا نجوم عبر السنين ودائما بيعطينا نجوم عبر السنين الماضية وأبرزهم وأقدمهم على الإطلاق يوهاين كرويف صاحب فكرة التيكي تاكا والكرة الشاملة اللي استنبط منها نادي برشلونة التيكي تاكا الخاصة فيه بالتسعينات ومطلع الألفية الجديدة الثمانينات ومطلع التسعينات صار عنا تشكيل مرعبه من نجوم الطواحين المنتخب الهولندي على رأسهم ماركو فان باستين فرانك ريكورد فليب كوكور رونالد كومان فرانك ديبور رونالد ديبور كلايفورت ونضم إليهم بعد فترة فان درسار إدجار داويتس دينيس بيركمب أفضل مروض للكرة عبر التاريخ برأيي أنا وبعدين إجا عندك حقبة جديدة فيها ويسلي شنايدر فيها أريان روبين وإنضم إليهم أيضا فان بيرسي أفضل هدافي تاريخ منتخب هولندي حتى الآن ولا ننسى المهم جدا في التشكيلة ولعب الارتكاز العظيم كلايرنس سيدورف وإلى جانبه ومارك أوفر مارس ولا ننسى أيضا ماركو فان بوميل أكثر من ارتدى قميص المنتخب الهولندي حتى تاريخ اللحظة هذه ويسلي سنايدر 134 مباراة دولية في رصيده إنما فان بيرسي الهداف الأول للمنتخب الهولندي برصيده 50 هدف يليه دالسيان هينتلر وبرصيده 42 هدف ومن ثم المهاجم الحالي للمنتخب الهولندي وهو قريب جدا من كسر رقم فان بيرسي مينفيس دي باي وبرصيده أيضا 42 هدف منتخب هولندي شارك في المنديلات 10 مرات 10 مرات يا جماعة لكن هو أكثر فريق من نحوز فيه تاريخ كأس العالم تخيل أنه لعب أكثر من 3 نهايات كأس عالم لعب 5 مرات نصف نهاي كأس عالم وما حظ عن لقاب ولا مرة خسر أول نهايه له أمام ألمانيا الغربية بالعام 1974 أمام صاحب الأرض ألمانيا الغربية خسر نهاي كأس العالم الأول وخسر نهاي كأس العالم التالي اللي كان بالأرجنتين خسر أمام الأرجنتين صاحب الأرض أيضا بالعام 1978 وخسر المرة التالتة كمان أمام منتخب إسبانيا بالعام 2010 بالمونديال اللي صار في جنوب إفريقيا بينما في مونديال 98 فرنسا لعب نصف نهاية خسر من البرازيل والرجع خسر بمركز 3 والرابع أمام كرواتيا واحتل المركز الرابع في المونديال تبع فرنسا بينما في مونديال 2014 خسر في النصف نهاية ولعب مركز 3 و 4 ضد البرازيل صحبت الأرض ولكن هذه المرة فاز وتصنف 3 على المونديال منتخب هولندا شارخ بتصفيات كأس العالم قطر 2022 ممثلا عن قلت أوروبا صدر المجموعة السابعة متقدما على المنتخب التركي وصيفه بفارق نقطتين جمعت 23 نقطة من أصل 10 مباريات فاز 7 تعادل 2 وخسر مرة وحيدة أمام تركيا يجب أن ينوح أن منفز تي باي رفقة هاري كين هم هدافي تصفيات أوروبا وبرصيد كل مهاجم بناتهم 10 هدف ويسفان خال هو المدرب الحالي منتخب هولندا أكبر مدرب في المونديال هاد وبي عمر 71 عام ويسفان خال يدرب منتخب هولندا عدة فترات وعاد في 2021 واستلم زمام القيادة في منتخب هولندا بعد ما خرج كومان لتدريب برشلونة الرجل صاحب 71 عام اختار تشكيله متوازنة وكان في عنده بعض المبعدين رح نسكر لك أبرز عناصر اللي اختارها في تشكيله سيم بيلو فان دايك أفضل مدافعي العالم حاليا إضافة إلى دومي فريس وبليند وأكي دي لغت بالإضافة إلى فرانكي دي يونغ بالإضافة إلى تشافي سيمونز اللي أنا حابب أشوفه بالمونديال من أول موعد على الأكاديمية تبع برشلونة أشوفه اللعب الموهب لها بالنجم انتقل على باريس لسه عمره 17 سنة استدعى فان خالي قائمة مدهب أولندا لسه عمره 17 سنة بدي أشوف له هاللاعب أعطوه فرصائي يا جماعة خلنا نشوفه إذن تشافي سيمونز أيضا متواجد في قائمة لويس فان خالي نافع مانشستر نياتة مالاسيا أيضا موجود ممانسة المهاجم منفس دي باي ولوك دي يونغ أيضا متواجد في هذه القائمة ما يغيب عدد جيد من اللاعبين لأسباب متنوعة عبرزهم فينال دوم والذي يغيب بسبب الإصابة بينما سيلسن وفان دي بايك يغيبون بقرار فني من السيد لويس فان خالي قلنا نحكي عن منتخب السنجال منتخب السنجال المنتخب الممثل عن إفريقيا اللي تأهل بعد نفاز على أشقائنا المصريين بهدف الوحيد إذن منتخب السنجال كان بالحقيبة الثالثة أثناء قرأة المونديال وهو ترتيبة 18 على العالم وقع في المجموعة الأولى إلى جانب قطر هولندا والإكوادور المنتخب السنجالي التأسس بالعام 1961 انضم إلى الفيفا بنفس العام خاط أول مباراة في تاريخه بالعام 1961 أيضا فاز على جامبيا بنتيجة 2-1 المنتخب السنجالي شارك في المونديالات ثلاث مرات مين فينا بينسى المباراة الإفتتاحية تعال أحكي لك المباراة الإفتتاحية في مونديال كوريا الجنوبية واليوام العام 2002 وقعت وجرت بين السنجال اللي عبد أهل لأول مرة في تاريخه مع منتخب فرنسا بطل يورو 2000 وبطل لكأس العالم 98 هل التحلم قديش خلصة المباراة؟ خلصة المباراة وانتهت بفوز المنتخب السنجالي بهدف النظيف سجله الخبير بابا ديوب بابا ديوب هو صاحب أول هدف لمنتخب السنجال في مشاركاته في كأس العالم وكان أمام أبطال أوروبا وابطال العالم وفي مرمى الخبير جدا فابيان بارتيز إذن أبرز النجوم السابقين للمنتخب السنجالي بابا ديوب و توني سيلفا بالإضافة إلى الحجي ضيوف و عمر داف و هنري كامارا بالإضافة إلى دياتا و ألو سيسي مدرب السنجال حاليا إذن في مونديال 2002 كان أولا ظهور له فاز على فرنسا و التعادل من الدنمارك و الأوروكوي تأهل عدور 16 و غلب السويد بنتيج 2-1 و خسر في الربع نهاية أمام تركيا اللي حاضرت على المركز 3 بهذاك المونديال في مونديال ألمانيا 2006 ما قدم الشيء المأمول منه وكذلك في مونديال روسيا 2018 ما قدم الشيء المأمول منه و الآن نحن منتظرين فريط مرعب أفريقي قادر على خلط الأوراق و كسر التوقعات و أن يكون حيصان الريهان في المونديال أبرز نجوم اللي راح يزينه المونديال القادم باسم السنجال هن الكبير جدا أولا والبداية مع مانيء مانيء اللي انصاب في آخر مباراة في الدورة في ألمانيا مع باير مونيخ كان في شكوك حول مشاركته واللي أنا و كثير عالم زعلته كثير لأني ما سيشارك لكن الحمد لله أجت الأخبار المفرحة أنه مانيء راح يتواجد في مونديال قطر إلى جانبه أيضا إدوار مينديء حارس تشيلسي و زميله أيضا في تشيلسي كوليبالي بالإضافة للاعب باريس انجرمان إدريس هاجي و ما ننسى أيضا ما تاستا و اسماعيلار هذول أبرز اللعب الممكن أحكي فيهم عن المنتخب السنجال اللي راح يتواجدوا في المونديال المدرب ألو سي سي صاحب الستة واربعين عام اللي كان ضمن الجوقة الجميلة كتير اللي لعبت في مونديال 2002 و اللي هجمت فرنسا هو مدرب للمنتخب السنجالي منذ العام 2015 حقق آخر بطولة إفريقيا معهم بالعام 2020 حقق بطولة و بالعام 2021 عفوا حقق بطولة إفريقيا وأيضا تأهل للمونديال بعد مستوى رائع جدا في التصفيات و لعب مباراة وفاصلة كتير مع أشقائنا المصريين نحن كده نتمنى أن نشوف المنتخب المصري لكن قدر الله و ما شاء فعل في مباراة لم يظهر فيها المنتخب المصري المباراة الفاصلة ما ظهر فيها أبدا حتى بطولة إفريقيا الفاز فيها السنجال فاز أيضا على مصر في النهائي سبحان الله يعني ضربتين بنفس يعني بعدد قليل من الأشهر من المنتخب السنجال يتلقاه من منتخب المصري والسنجال بعد تصفيات أكثر من رائعة تفوز على مصر بعد ما أهدر ماني ركل الجزاء أيضا السنجال تفوز وتتأهل لمونديال قطر 2012 الفريق الرابع والأخير الإكوادور القهواجية القهواجية التي تأهلهم عن قارة أمريكا الجنوبية كانوا بالحقيب الرابع المستوى الرابع حين سحب القراءة وترتيبهم على العالم على حسب تصنيف الفيفا 44 السنس المنتخب الإكوادوري بالعام 1925 وانضم إلى الفيفا بالعام 1926 وانضم إلى الكونينبول بالعام 1927 الكونينبول هي الممثلة لقارة أمريكا الجنوبية إذن منتخب قديم ما يقارب المئة سنة القهواجية وعطانا نجوم كثير رائعين أنا ما لي حفظها منهم غير عيلة واحدة عيلة فالانسيا كلهم لحيبهم ما أعرف ليش حالا نحط القسمة هات أول مباراة دولية في تاريخه ضد بوليفيا بالعام 1938 وانتهت المباراة بالتعاوض الواحد واحد بعد ما تأهل بعد تصفيات شقة جدا ضمت كلهم من البرازيل العرجنتين الارجوي البراجوي بوليفيا قدمت تصفيات كثير رائعة وحسمت بطاقة تأهل وقتلعتها من المركز الرابع أمام منتخبات كثير قوية لكن صار في عندهم قضية وكان في شكوك حول مشاركتهم في المونديال هذا الاتحاد تشيلي لكورة القدم رفع دعوة قضائية للفيفا ضد الاتحاد الإكوادوري لكورة القدم القضية هي عبارة عن تزوير بأوراق وملف اللاعب بايرون كاستيو مثل أنه مكان الولادة أو تاريخ الميلاد أو مكان وحادثة المهم يعني في شيء له علاقة بالجنسية وأنه يلاعب مع المنتخب الإكوادوري إلا لا لكن الاتحاد الإكوادوري قدر يحلل قضية وقدم أوراقه السليمة إلى الفيفا ويتمكن من المشاركة بكل سلاسة ورياحية في المونديال القادم إنيير فالانسيا هو الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور وبرصيده 35 هدف دولي بينما أبرز اللاعب أنا بتذكرون هو أنطونيو فالانسيا لعب مانشستر يونايتد إيفان هورتادو اللي هو عنده أكثر مشاركة دولية بقميص المنتخب 168 مرة مشاركاته كانت خجولة في المونديال انسحب من مونديال 1950 اللي كان راح يقام بالبرازيل شارك بمونديال 2002 وخرج من الدور الأول بالعام 2006 عمل مونديال كتير حلو فاز على بولندا وكوستاريكا وخسر من ألمانيا تأهل دور 16 وغادر من أمام إنجلترا بعد ما خسر بنتيجة 1-0 بينما في مونديال 2014 خرج من الدور الأول ويدرب الفريق حاليا جوستافو الفاريز المدرب الأورجوياني الأرجنتيني عمره 60 سنة ويدرب الفريق من عام 2020 حكينا عن أبرز نقاط القوة والضعف لكل فريق المنتخب الإكوادوري يعني بيعتمد على القوة الجسمانية والالتحامات القوية المنتخب الهولندي بيعتمد على تدوير الكرة وتكتيج ورواء جدا في الملعب المنتخب السنجالي بيعتمد على الأجني حاول السرعات وفتح صغرات والضرب بخطوط الدفاع الخلفية المنتخب القطري بيعتمد على الجمعية والروح وتكتيك الإسباني المعروف بالسلاسة والمرونة بالتحول من الدفاع للهجوم وبالعكس توقعي إنه هولندا رح يتصدر المجموعة هي السنجال ثاني قطر ثالث والإكوادور رابع إذن هولندا والسنجال رح يشتازوا الدور الأول ورح يتأهل الدور ثاني على المجموعة الأولى مع تمنياتي بالتوفيق للمنتخب القطري لكن المعطيات بتشير إنه السنجال أفضل من قطر بهالفترا هي هات كان كل شي معنا اليوم أتمنى تبقى بخير وصحة وسلامة وأتمنى أن تترك لي رأيك كمان في تعليق وتقل لي الفرق اللي أنت بترشعها لتأهل الدور الثاني تبقوا بأمان له وحفظه كان معك أخوك المعروف بسم الله محمد إذا عجبك الفيديو تركينا اللايك وتعليق وإذا ما لك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لا أمل أن تبقى بأمان له وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته اشتركوا في القناة